بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك يا صنع ربع عاملين ايه يا ربو كلك تكونوا بخير يا حبايبي النهاردة ان شاء الله بفيديو النهاردة هنشرح مع بعض لسن 3 في يونت 9 الدرس الثالث في الوحدة التاسعة وقبل ما نبدأ في الشرح ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد ولو عايزين اي حاجة يا حبايبي اكتبوه في كومنت ونبدأ على طول بنقول بسم الله الرحمن الرحيم درسنا النهاردة عبارة عن جرامر جرامر يعني قعدة بتتكلم عن سم وإني قعدتنا النهاردة بتتكلم عن سم وإني سم معناها بعض وإني يعني أي سم يعني بعض وإني يعني أي طيب ايه استخدامات سم؟ بقولي سم تأتي في الجمر المسبتة مع الاسم الذي يعد الجامع والاسم الذي لا يعد سم معناها بعض استخدامها تأتي في الجمل المسبتة الجمل المسبتة فقط يعني ايه جملة مسبتة؟ يعني جملة ما فيهاش إنه أبوصرف T يعني جملة يا حبابي ما فيهاش إنه أبوصرف T أنا بفرق بين الجملة المسبتة والجملة المنفية بإنه أبوصرف T لو الجملة ما فيهاش إنه أبوصرف T يبقى كده مسبتة لكن لو فيه إنه أبوصرف T زي كده يبقى كده منفية ولإنه أبوصرف T طبعا بنضيفهم للفعل المساعد أي فعل مساعد في إنه أبوصرف T يبقى كده على طول جملة منفية لكن لو ما فيش إن أبو صرفتي جملة مسبتة لو جاب لجملة في الامتحان وطلب مني إن أنا أخطار مبين صم وإني لو الجملة ما فيهش إن أبو صرفتي أخطر صم لو الجملة فيه إن أبو صرفتي أخطر إني صم يعني بعض تأتي في الجملة المسبتة مع الاسم اللي يعد زي كده كاروتوس يعني جزر اسم يعد كده جه في صيغة الجمع كاروتوس جزر جمع وممكن برضو صم تأتي مع الأسماء التي لا تعد زي صلت ملح اسم لا يعد يوهامل معاملة المفرد يبقى صم تيجي مع الاسم الجمع اللي يعد بس في صيغة الجمع ما ينفعش صم تيجي مع الاسم اللي يعد بصيغة المفرد لازم بصيغة الجمع أو مع الاسم اللي لا يعد زي كده هنا شهاز صم كاروتوس جملة مسبتة وده اسم جمع يعد علشان كده قلنا صم الجملة التانية زي هاف صم صولت برضو جملة مسبتة ما فيهش إنه أبو صرف تي وده اسم لا يعد برضو علشان كده قلنا صم إني استخدامها تأتي في الجملة المنفية والسؤال يعني لو سؤال بيبدأ بفعل أي سؤال بيبدأ بفعل مساعد بختار في إني أي جملة فهي إنه أبو صرف تي يعني جملة منفية برضو بختار في إني نستخدم إني في الجملة المنفية والسؤال مع الاسم اللي يعد برضو نفس الكلام هنا الاسم اللي يعد للجمع والاسم اللي لا يعد يعني لو الاسم اللي عندي في الجملة اسم يعد بس بصيغة الجمع عادي أخطر إني لو اسم لا يعد مينفعش أعده برضو أخطر إني لكن لو اسم مفرد يعني اسم يعد بس جه بصيغة مفرد مينفعش نستخدم معي ولا صم ولا إني لازم الاسم يبقى جمع لو الاسم يعد أو اسم لا يعد بقول لي هنا طبعا هنا جملة منفية علشان كده قلنا إني الجملة الثانية برضو جملة منفية فعلشان كده قلنا ايه اني طيب ازاي نستخدم اني في السؤال او موقعها فين بالزبط بقولي نسأل عن مدى توفر الشيء لو الشيء متوفر يعني من عدمه او مش متوفر باستخدام اني في السؤال مع الاسم اللي يعد الجمح نفس الكلام والاسم اللي يعد كما يلي هنا طبعا احنا ازاي نعرف ان ده سؤال لما يبدأ بفعل مساعد زي كده وفي الاخر اكوست شانمارك علامة استفهام يبقى كده ده سؤال بلا بفعل مساعد وفي الاخر علامة استفهام قال لي اززير اني تشيز ده سؤال علشان كده قلنا اني وتاني حاجة عندي اسم لا يعد تشيز الجبنة اسم لا يعد اززير اني تشيز برضو لو في سؤال وطلب مني ان انا اختار ما بين سمو اني اختار اني اني تأتي في السؤال واسف حبابي على صوتي علشان تعبنا شوي اززير اني تشيز يبقى هنا اني علشان ده سؤال طيب عايزين نجاوب لو يس هنقول يس وبنعمل علامة المقص بنجيب زير الاول وبعد كده اس يس زير اس يعني نعم يوجد طيب لو هنجاوب بنو بنفي هنقول نو وبعد كده علامة المقص بنجيب زير وبعد كده اس وبعد كده بنضيف ايه للفعل المساعد لما بنجاوب بنو السؤال هنا برضو بقول ار زير اني كاروتوس طبعا برضو اني علشان ده سؤال لو هنجاوب بيس هنقول يس وبعد كده علامة المقص نجيب زير الاول وبعد كده ار لو نو نو زير ارنت خلاص يا حبابي طيب هنا بقول ايه لاحظ استخدام هل يوجد للمفرد مع الاسماء التي لا تعد احنا عارفين ان الاسماء التي لا تعد تعامل معاملة المفرد بتيجي مع اني في السؤال الاسماء التي لا تعد تأتي مع اني في السؤال وتأتي مع صمق اني في الجمل المسبطة والجمل المنفية الكلام ده مع الاسماء التي لا تعد ممكن نستخدمها في سؤال مع عيني أو في جملة مسبتة ما فيهاش إن أبو صرفتي مع عصام أو في جملة منفية فيها إن أبو صرفتي مع عيني واستخدامها هل يوجد للجمع مع الأسماء التي تعد برضو الأسماء الجمع بس التي تعد نشوف الصفحة اللي بعد كده هنا بيوضح لي إزاي نعمل سؤال بإجابة ونستخدم إني في السؤال هنا طبعا هنبدأ السؤال بإز زير أو آر زير بناء على الإسم اللي طبعا هنستخدمه في السؤال بيبر طبعا إسم لا يعد يعامل معاملة المفرد فعلشان كده هبدأ السؤال بإز عايز أقول هل يوجد إز زير وبعد كده إني تأتي بعد زير مباشرة وبعد كده الإسم الموجود عندي في الصورة إز زير إني بيبر هل يوجد أي فلفل إسود طبعا إسم لا يعد يعامل معاملة المفرد وبيأتي في السؤال مع إني إيش زير إني بيبر هل يوجد أي فلفل إسود لو هنجاوب بيس طبعا هنا حددلي الإجابة بالإثبات بيس يعني هنقول يس وبعد كده علامة المقص نجيب زير الأول وبعد كده إز بروها السؤال الثاني هنشوف الإسم الأول الإسم اللي عندي جمع إسم يعد جمع يبقى أكيد هنبدأ بأور طبعا لو الإسم لا يعد هنبدأ بأز لكن لو الإسم يعد وجمع هنبدأ بأور أور زير يعني هل يوجد للجمع إني بيكلز هل يوجد أي مخلل طبعا هنا السؤال بدأ بأور علشان الإسم اللي احنا بنسأل عليه جمع وعند إني علشان ده سؤال وإني ده أتي في السؤال في الإجابة حددلي برضو يس هنقول يس وبعد كده علامة المقص نجيب زير الأول وبعد كده أور نمبر سري عندي كارتوس يعني جزر اسم يعد جمع علشان كده هنسأل بأور أور للإسم الجمع هنقول أور زير هل يوجد وبعد كده إني بعد زير مباشرة وبعد كده الإسم اللي عندي في الصورة أور زير إني كارتوس هل يوجد أي جزر هنا طبعا قال لي نو يعني هنجوب بالنفي يعني ما فيش هنقول نو وبعد كده علامة المقص بنبدأ أول كلمتين مع بعض بنجيب زير وبعد كده أور ولما بنجيب بنو لازم نضيف إنه أبصرفتي للفعل المساعد أور نو زير أرينت نمبر فور الجملة الرابعة إز زير إنتشيز ليه هنا بدأنا بإز علشان إنتشيز اسم لا يعد الجبنة اسم لا يعد وطبعا الاسم الذي لا يعد يعامل معاملة المفرد زي وزي الاسم المفرد فعلشان كده هنبدأ بإز للمفرد وبعد كده زير هل يوجد إنتشيز أي جبنة قال لي ييس هنقول ييس زير إز يعني نعم يوجد نشوف الصباح اللي بعد كده عنده هوت سوس صلصة حرة طبعا اسم لا يعد يعامل معاملة المفرد هنبدأ بإز هنبدأ بإز هل يوجد أي صلصة حرة طبعا قال لي نو هنقول نو زير إز علامة المقص نجيب زير الأول وبعد كده إز ونضف لها إن أبوصرف ت نو زير إز لما بنجاوب بإنو بنضف إن أبوصرف ت للفعل المساعد نمبر سيكس سباجتتي يعني مكارونا اسم لا يعد يعامل معاملة المفرد هنبدأ بإز وبعد كده زير يعني يوجد الزير وبعد كده إن تأتي في السؤال وده سؤال الزير إن سباجتتي هل يوجد أي مكارونا سباجتتي ييس زير إز برضو حدد لي الإجابة بييس هنقول ييس زير إز يعني نعم يوجد صولت اسم لا يعد يعامل معاملة المفرد علشان كده هبدأ السؤال بإز الزير الزير إن صولت هل يوجد أي ملح نو زير إز يعني لا يوجد حدد لي نو آخر سؤال مشرومز إش الغراب جمع اسم يعد وطبعا جه بصيغة الجمع هنبدأ بأر للجمع أر زير إني مشرومز هل يوجد أي إش غراب طبعا قال لي نو حدد لي هنا الإجابة بنو هنقول نو وبعد كده نعمل علامة المقاص نجي بزير الأول وبعد كده أر منضف لها إن أبصر في تي علشان جاوبنا بنو نو زير أرنت وكده يا حبابي انتهينا من شرح الدرس أعسبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر